اشتركوا في القناة والامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وذلك للإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا واشار البيان الى ان ابو ظبي استقبلت المواطنة الامريكية بريتني جرينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو حيث افرجت السلطات الروسية عنها بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة ايضا قادمة من واشنطن حيث افرجت السلطات الامريكية عنه وذلك بحضور المختصين من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولمان لا يعلم فقد أولكي القبض على المواطنة الامريكية جرينر الفائزة مرتين بالميدالية الزهبية في العرب الأمبية ونجمة الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية الامريكية منتصف فبراير الماضي وذلك لدى وصولها للعب لفريق روسي بعد انتهاء موسم الرابطة وحقم على اللعبة الامريكية بالسجن 9 سنوات في اغسطس الماضي لحيازتها عبوات سجائر الالكترونية مع كمية من زيت القنب المحرب في روسيا وأقرت جرينر بالذنب في الطهم الموجهة اليها لكنها قالت انها لم تكن تنوي خرق القانون او استخدام المادة المحزورة في روسيا حيث لا تسمح القوانين الروسية باستخدام المريجوانا الطبية داخل البلاد وتعتبرها مادة يعاقب عليها القانون ومن صفق التبادل السجناء بين روسيا وأمريكا إلى بريطانيا حذرت وزارة الداخلية البريطانية من حدوث اضطرابات خطيرة في مطارات المملكة المتحدة خلال اعياد الميلاد بسبب الاضطرابات المخطط لها من قبل موظفي الحدود ووفقا لهيئة الازاعة البريطانية سينظم الموظفون في 6 مطارات اضطرابات من 23 ديسمبر إلى يوم 26 ديسمبر ومن 28 ديسمبر إلى ليلة رأس السنة الجديدة وتأتي تلك الاضطرابات في أكثر الأوقات ازدحامة للسفر حيث تتزامن تلك الاضطرابات مع اضطرابات أخرى لعمال الكطارات والسكك الحديدية حيث تعتبر أعياد الميلاد في عام 2022 أول أعياد ميلاد تمكنت فيها شركات الطيران من العمل دون قيود واسعة النطاق بسبب فيروس كورونا وذلك منذ ظهور الفيروس عام 2019 من بريطانيا ننتقل مع حضراتكم إلى ألمانيا امتد تأثير أزمة الطاقة في أوروبا إلى عدة قطاعات في ألمانيا لكن تأثيرها على القطاع الصحي يعتبر أكثر من غيره حيث حذرت رابطة مستشفى برلين من تعرض حوالي 40% من المرافق الصحية بألمانيا للإغلاق وذلك بسبب ارتفاع فواتير الطاقة بنسب متفعة لوقت لا تقدم فيه الحكومة الألمانية الدعم الكافي لهذا القطاع وبحسب بيان الرابطة فإن تأثير الأزمة لا يتوقف عند انسياب العمل بالوتيرة المعتادة بل إنه سيؤثر حتى على صحة المرضى وقال وزيء الصحة الألماني إن الحكومة الفيدرالية تعمل على حل المشكلة مؤكدا أن له لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الحكومة عن المستشفيات في مثل هذه الظروف مشددا على أن الحكومة لا تسمح بإغلاق المستشفيات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة كده نكون وصلنا نهي جولتنا الإغبارية أشكر حضراتكم شكرا جزيلا كان معكم محمد جمال وإلى اللقاء في تقطيع إغبارية جديدة من صالة التحرير اليوم السابق اشتركوا في القناة